اشتركوا في القناة بنتريشين تستينج ستودينت مع كونترول ما راح اليوم عن الباربوسويت ايش هي الباربوسويت و ايش الاشياء اللي تحتويها و كيف نقدر نعترض الطلبات و نعدل في الطلبات ان شاء الله اليوم راح نأخذ كجزء تدائيا او يعني اساسيا لان شاء الله راح نطبق اكثر واكثر في جزئية الويب اتاك طبعا الباربوسويت موجودة هنا في كالي من ضمن الادوات الموجودة في كالي تكتب بس باربوسويت شو هو الواحدة طلعت معنا ايش هو الباربوسويت هي اداء لاختبار اختراق الطفقات الويب مكتوبة بلغة الجافة التي تم تصميمها من قبل بورد سويقر سيكوريتي يوجد بها نسختين في نسخة المدفوعة و ايضا النسخة المجانية طبعا النسخة المدفوعة لابد يكون فيها ميزات اكثر افضل من النسخة المجانية لحظات يفتح معنا ان شاء الله اليوم رح نطبق جزئية بسيطة من اللاب نعطيه اوكيه تمام عندنا بعض اللوامر او بعض الادوات الموجودة هنا تمام احنا نشرحها بين اللاب التفصيل المبسط المبسط عندنا ايكونة التارجت ايش هي التارجت يوجد بها ستة مععب ولا سكوب ولا ايجو دفني شنس السايتماب السايتماب يحتوي على شكل الموقع من الداخل كيف رايح يكون شكل الموقع من الداخل ومن اللفات الموجودة فيه وايضا هنا الريكوست رح يطلع الايكون هنا في الموجود الريكوست وهنا الريسبونس على الطلب والرد ايضا الاسكوب ايش اللي موجود فيه حدود الموقع اللي تبيت اعترضه تمام وايضا عندنا البروكسي ايش هو البروكسي المكان اللي تمر عليه البيانات بان انا بمكانة اذا تبيت امر اذا تبيت امر اذا تبيت اقفل البروكس ويت تخلى البيانات تمر اه نعطيه اوف نعطي البروكس ويت اوف اه اه واذا تبيت توقف تعدل في الطلبات نعطيها اون طيب الا ايضا ايش عندنا باقي الفحير المال الاعطي اتراض الطلب وايضا الشرط المال ً مع لم انها تبيت اتمرده اضغط هنا مثل انت اعترضت الطلب و اخر ستتمرره على طول و انتقلي السابعة اللى بعدها اضغط forward تمام تمام ht tattoo history الطلبات او المواقع اللى اعترضتها نشوفها من هنا تمام a request ايون نعم طيب الابشنس هنا الابشنس هنا عندنا ايش الابشنس الابشنس اعتراض اللي محدد في الاسكوب يعني يتحدده من هناك بيمكنك انك تحدد من هنا عنوان عنوان الابشنس بيمكنك انك تضيف الرابط تضيف الرابط تضيف رابط الموقع وتحدد ان هذا الموقع فقط اللي تعترضه من خلال هذا الايقونة ثم مشغلاuição انترابس قليمت عليك انترابس قليمت عليك، انترابس قليمت عليك طيب ايش باقي، باقي لدنا الربائتر، مالي شهذا الربائتر؟ اي سهل منطقة تتعامل مع اعتراض الطلبات ممكن كان انك تعدل بالطلب وترسله على طول وتشوف الريس بونس هناك بدل منك تروح الصفحة تعدل هناك وتشوف الريس بونس هناك وشغله لكن انا تعدل وتشوف الرد هنا موجود على طول ايش باقي طبعا انا كاتبها في ورقة علشان لا انسى انا بعض الاحياني انسى كده طيب عندنا الديكوتر الديكوتر عفوا عندك ال مثلا انت بيت شفر مثلا نقول نقول طيب اها شوف شفر معنا انا التشفير وزي كده بدل ما تروح هناك بتشفر تروحها بتصفح بتشفر وزي كده طيب اه ايش باقي كم كمبرير ايش تسوي هذا عندي يعني عندي اكثر من صفحة قارب بينهم تمام طيب الـ User options ايضا ايش هنا فيه خيارات اا SO user options خيارات انا بمكان ان اروح الى الديسبيلي كيف راح يكون الفونت سايز حجم الخط طيد هنا ايضا حجم الخط كيف راح يكون بهذا الشكل او ذا الشكل طبعا ما نبي امكانك تعدل في الحاجات اللي تبغي يتعدل في الحاجة الخط والشكل هذا الشكل مختصر يعني شرح عن بعض الحاجات الموجودة هنا في البربس ويت اللي قد نحتاجها يعني اللي مهمة اللي يشوفها مهمة في خلال هذا الدورة تمام كيف نعترض الطلب كيف نعترض الطلب بعد اجتب السؤال جي تاز وايضا راح نطلبك ان شاء الله اليوم اول شي لا بد انك تثبت برنامج اسمه فوكسي بروكسي على المتصفح وبهذا ينتهي درسنا اليوم عن شرح البربس ويت وبعض الاساسيات الموجودة فيه ان شاء الله شرح القادم راح نشرح كيفية اعتراض الطلبات والتعديل عليها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة